اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي نحن منقوم فيها مع فريق عمل كامل ومتكامل اقدري نقدر نخفف شوية ألم وشوية خفف من الالم نبلسم منقول من الجراح ايضا والصعوبات اكيد هالجراح الانسانية اليوم مجروحة فيها كل الانسانية لأسباب كتير بها الزمن الصعب وانسانيتنا ما هم نقدر نرتقي فيها نحو العلا مثل ما الله خالق أراد هالنشاطات مثل احتفالاتهم من السجون اللبناني بناسبة للأعياد توزيع بعض المواد الغزائية والمواد الطبابة والتأهيل أهم شيء عنا التأهيل ثم التأهيل داخل السجون اللبناني لا سيما هلأ بسبب الظروف الصعبة العمل فيها حصرنا عملنا نضمن السجن الرومي المركزي بيكفي لوحده هو المعمول كرميل 1200-1300 اليوم فيه 3400 شخص وتتخطى الأجانب الموجودين فيه 48% من الأجانب الموجودين في سجن الرومي فهالنشاطات اللي هي بخدمة الإنسان قادرين نحن ومع غيرنا من الجهات المانحة وقوة الأمن الداخلي بتساعدنا ومنسندها وهي شريك أساسي شريك أساسي نقدر نحن نخفف نخفف هالمعاناة وهالظلم فيه ظلم وهالابتزاز اللي حاصر في السجون اللبنانية وهالموضوع الملف منسي محطوط على الراف متراكم الأخطاء متراكم الأخطاء العنف اللي موجود عنف بس بس جسدي في عنف نفسي وهو بيكون أثره أكتر أثر وأكتر وأكتر على وتداعيات وأيضا على الإنسان وتأخير المحاكمات إلى ما هنالك من أمور أما عم بتخلي تمشي المسيرة متل ما هي لازم فنشاطاتنا عديدة متل ما قلت إذا بدي إجردها بدي وقت كتير يعني انطلاعا من اللي عم نقوله بير بزلق الواقع الإنساني الأليم خلينا نقول وجهت حضرتك نداء لإنقاذ الإنسان بغزة قدي سقافة السلام هي حاجة وهل ممكن سقافة السلام اليوم نحنا نخلنا من مدة بالنظام العالمي الجديد نظام العالمي المتغير وللأسف كان في أحادية بالقبل بين بعض الحرب العالمية التانية بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا بعدين انهيار الاتحاد السوفيتي صارت الولايات المتحدة الأمريكية هي المسيطرة والمهيمنة على العالم من خلال حضارتها وسقافتها ولغتها واقتصادها بقت الأمور مثل ما هي انتظرنا انه اليوم يكون فيه تغير فعلي ولكن فيه دول ناشئة اليوم اقتصاديا نعم مثل الهند مثل اليابان نعم مثل الصين الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين على أساس نحنا هل هل تعدد الأقطاب الموجودة انه صار فيه تغيير بطال حقوق الإنسان نعم ولكن للأسف عم نشوف انه 200 و 3 دول موقعين كيرو بالأساس 109 دولة موقعة على مصاق شرعة حقوق الإنسان شرعة حقوق الإنسان اليوم أخلاقية عم نقتل البشر وصار البشر يعني ما قلوا نقيمي للأسف يعني منعدد الموتى ومنعدد الجرحى فالسلام مفقود والسلام ينبنى مع أشخاص أقوياء مش أقوياء بالقوة الاقتصادية والقوة العسكرية أقوياء بالإراضي الصلبة وأقوياء أقوياء بالنواية الحسنة فمشان هيك السلام اليوم بعالمنا قد نفتقر أبونا للنواية الحسنة نفتقر للأسف ما منكوا متشائمين خلينا نحكي بشكل يومي حتى نحنا فينا نحكي بالمدى هيك إذا بدك أو بالمحيط القريب وفينا منه ننطلق للمحيط إذا بدك البعيد للأسف نحن إذا بننوصف بنطلع متشائمين لا بنطلع أنه واقع المعاش اليوم ميقوس منه ومزري جدا وانتهاكات موجودة ومكين من خلال الأنو من خلال الشريعة حتى من خلال بعض المرات كمام نقول بالكنيسة يكون فيه انتهاكات فاضحة ومخزية منشان هيكي اليوم نحنا متكلين أنه نرجع نجدد الرجا بقلوبنا بقلوب الناس ونقدر نحنا نحل الصوت ونطالب وندافع ونكافح أدم فينا المطلوب ندلنطالب ندلنطالب أكيد ندلنطالب منستسلم لأنه بالنهية إذا استسلمنا أو سكتنا معنات أنه نحنا خزلنا ورجعنا وردخنا اليوم مفترض أن السلام مفقود نرجع نستعيد ونبنيه مع بعضنا البعض الأقوياء بكلمة الله هنا بيقدر يبنوا السلام ليس الأقوياء بس بالاقتصاد وبالقوة العسكرية أو حتى بالرتبة مثل ما بتقول يعني بيظل إذا بديقول أنا هيمنت هيك زمن اللي هو فيه كله السلطة والأمور المادية للأسف طيب التسلط الدولي اليوم اللي منعيشها تجاه بعضنا البعض نحنا هالحكماء مفترض يخدوا موقعهم مع بيغاني الحكام الجهلاء معلها بعض مشكلهم يعني الجهال وعندهم البصلحة الشخصية وعندهم حب الزيت والأنى اللي موجودة عندهم ما عم بيقدروا يشتغلوا من إجل خدمة الإنسان وكل إنسان لأنه اليوم نحنا أخلقنا متساويين الله الخالق خلقنا ونحنا كإنسان عم نشوه الطبيعة نتعدى على الطبيعة نتعدى على الإنسان معنات نحنا نتعدى على الله نحنا نحنا الإنسان هو الخليق الأحب لإله نحنا نتعدى عليه وعم نقتله بإسم الحرية بإسم الديمقراطية بإسم تحت عدة رايات أكيد للأسف عم نصير رايات بس ولكن نحنا ما فينا نقول الواقع المعاشي اليوم منه سليم ومنه صحيح بدنا نحنا مع الوقت من خلال التربية بالمنازل بالتنشئة بالتنشئة بالتوحية اليوم ونحنا نقوم فيها بمراكزنا ومن خلال المدارس والجامعات حتى نواعي على حقوقه للإنسان ونحافظ على كرامته ويقدر يطبق القوانين ويشتغل على زيته ما نطالب بس نحنا الحكام نحنا بنا قادة يقودوا ويصنعوا قادة بس القائد عندنا نصنع قائد والحاكم يصنع متزلمين لألوح وأتباع مسيرين لمصالح ضيئة نبرم بسرق فارغ دائرة فارغة نبرم حول زيتنا أيضا استغلال اليوم اللي حاصل بعالمنا المعو القوة الاقتصادية هو اللي بدو يحكم ولكن نحنا القوة بداخلنا مفترض تقوينا وتخلينا نكافح ونتابع مسيرتنا خبرنا أبونا على كتيب جامعية عدل ورحمة حول بناء جسور نحو غد أصدر لشباب خالي من المخدرات طبعا هذا الكتيب اللي أصدرناه من حوالي الأسبوعين اللي هو بيتناول دراسات حول مكافحة الإدمان على المخدرات نعم هالكتيب موجهة إلى تلاميذة المدارس طلاب الجامعات إلى المضمنين على المخدرات لحتى يعرفوا أدي المخدر اليوم هو قاتل للنفس وللجسد هو عبوضية جسدية ونفسية بزيد الوقت الأشخاص اللي مرتهنين للمخدرات هن موردها نفسيين ولكن نحنا بدنا نتساءل ليش صار فيهم هيك منقول أنه في أسباب عديدة أسباب ظاهرة وأسباب غير ظاهرة وكل فرد من المجتمع ربما عنده نسبة معينة من المسؤولية ما فينا ندينه نحط الحق عليهم لوحدهم ولكن بسبب ضعف الإراضي عندهم بسبب الحلم الزائف اللي بيحلموا فيه طبعا النشوة المزيفة أنا دايما النشوة المزيفة اللي بدأت تقودهم إلى عالم غير مرئي وعالم وهمة وأحلام ما بتتحقق بيقعوا ضمن هال هال فريسة المخدرة بيخليهم يعيشوا بغير عالم هيدا الكتائيب نحنا عنا عدة حفلات أو بالأحرى عدة مبادرات ضمن المدارس والجامعات حتى نوعه واليوم نازم نوعه وما نخلي الموضوع عم بيسموه طبو يعني ما نحكي فيه أنه نحكي حتى يوعه أولادنا أولاد الحياة بيعفوا أكتر من هالكبار بيطلعوا من خلال التواصل الاجتماعي من خلال الإنترنت كله بيعرف المعلومات بس وليك بعض المرات المعلومات بتغش وبيستعملها بطريقة خاطئة منشان هيك هيدا الكتائيب هو عمل العلمي جهد فريق من جمعية العدل ورحمة أخصائيين ومتغصصين بالمحالجة والمرافقة والمتابعة والرصد ومطلوب أن الأهد اليوم يريفقوا ويريقبوا كمان ويبلغوا خليني كمان زيد أبونا لأنه عدم يعني الشعور بالأحراج أنا بقول هذا الشي كمان هو أساس يعني بأول إذا بدك سامبتوم وحضرتك أكيد ضليع يعني قد ما كان إذا بدك نحنا قدرنا ندرك الوضع بمرحلة هيك مبكرة كل ما كانت برك نسبة الشفاء أكيد أفضل طبيعي هي يعني نحنا بالمدارس وبالبيت هلأ مفترض يكونوا يقصين الأهل ربما ما بيقدروا يقوموا بها المهمة لعدة أسباب جهلوا للموضوع خوفوا على ابنهم بترغيب وترهيب يعني بدأ أشخاص متخصصين وشان هيك نحنا بجمعيتنا عنا المرشدين والمعالجين النفسيين والمرافقين النفسيين قدروا يساعدوا وبجمعيتنا بمركزنا بيت الواء بالرابية نستقبل نحنا بالشهر حوالي مئتين وعشرين مضمن كانوا مضمنين نحنا هلأ طلبوا الشفاء ونحنا عم نتابعهم ومنرفقهم وإن شاء الله بنقدروا الوصل لأشخاص يشفوا إذا ما قدروا شفوا عنا العلاج بالبداء العلاج البديل بدي أسألك كيف عم بتكون المرافقة عم بتكون نفسية أو عم بتكون أيضا علاجية كيف عم بتكون أكيد أول شي مرافقة علاجية ونفسية وقانونية نعم هالمرض اللي حل فيهم من خلال تنظيف جسمهم بالمستشفيات وأعطاهم الدواء البديل عن الهيروين ومشتقيته والكوكايين كلها هذي مواضيع فيه أخصائيين أطباء نفسيين معالجين نفسيين هذين يساعدوهم ونحنا اليوم أنا نتوجه أنه للوعي للوعي والإرشاد والمتابعة والمرافقة لأنه عالمنا اليوم بحالة يرسلها طبعا وخاصة في بلادنا بلاد الأرز الأرز تكسرت للأسف مع أنه هي ما تتكسر بلزاقصانة بدلها شامخة تكسرت للأسف كسرناها بإيدينا نحنا البلد عاولنا أنه نحنا نبني ولكن بنينا على أساسات غير صامدة غير كذا والأسباب كتير بتخليها الشباب والصبايا أنهم يلتجوا ويهربوا من الواقع الأليم والواقع المعاش إلى أوهام وأوهام بتزيد اكتشاف أنهم هن ما اكتشفوا الحقيقة ولا عايشين بالحق عاشوا بالضلال وبالبعد عن زيتهم وبهل عزلة وخلتهم يضروا زيتهم وهيضروا المجتمع وأهلهم وبصير عندهم وصمة وهالوصمة ما بتخليهم يقدروا لقوا فرص عمل بين عزدهم ويقعدوا ببيوتهم فنحنا اليوم من خلال هالكتية العلمة القيم أقدرين نحنا نوجه ونساعد قدر ما بنقدر وهو مطلوب من كل فرد أن المجتمع يوعى على دوره وعلى مسؤوليته حتى نخفف الأحزان والأليم والجروحات اللي عم يعانيها كل يوم بعد يوم ما بيكفي بس أنه نحنا نعالج الوضع الاقتصادي بس الوضع الاقتصادي بساعد كمان حتى نعالج الوضع الاجتماعي التربوي اللي عم بنعيشه بعالمنا اندصار الأخلاق والمبادئ بالفعل بالفعل بتبقى أكيد المسؤولية الفردية أكيد بتشكل كمان حاجة أساسية بتحب تخبرنا الشيء أبونا يعني في خطط في أهداف مستقبلية هلأ لهالعام بلشنا بسنة جديدة عام 2014 طبعا نحنا دائما عندنا مرامجنا ومشاريع مستقبلية نعم هلأ المهم انه نحنا بننطلب اليوم من وزارة الولاديات نعم وإدارة السجون انه يسمحوا لألنا نعمل مراكز داخل السجن نعم لمتابعة المدمنين على المخدرات تريد لي في مدمنين على المخدرات جوا بالسجن معقولة لا بالفعل هيدا واقع انت عم تقول واقع ما عم تحكي هيدا واقع هيدا من أهم المشاريع اللي بنا نطالب فيها نحنا بجمعية عدل الرحمة كان عنا بالأساس من 15 سنة داخل السجن جوا مركز لأن الأشخاص اللي بتوقفوا المدمنين ليس الطجار والمروجين المدمنين كانوا موجودين بجناح خاص نحنا نتبعهم مش موجودين مع غير نزلاء السجن نعم كانوا لواحدهم هلا الزروف للأسف للاقتصاد أخذوا مننا اليوم نحنا عم نطالب أنه نرجع نفتح المركز جوا ونعالج ونرافق جوا بزيت الوقت عنا نحنا داخل السجن اليوم من خلال التأهيل والتعليم بعض المهارات أو بعض المهن عم نحاول وكننا بلشنا بس ولكن الانهيار الاقتصاد للحصر في لبنين نلاقي فرص عمل لهالأشخاص اللي منأهلهم داخل السجن وبلشنا هيدا من جديد نرجع نتواصل مع الشركات لا يساعدونا حتى نلاقيلهم أشغال هالشباب ونحنا ببيت الإيواء اللي موجود بالرابية بلشنا مع الأشخاص اللي كانوا ضمن السجن نأهلهم بيطلعوا من السجن بعض المرات أهلهم ما بيستقبلون ما بيلاقوا شغل نستقبلون عنا المجتمع هيدا مشاريع كل يوم عم تتطور وبتزيد والطلب عم بيزيد للأسف والتوقفات اللي بلبنان عم بتصيب بسبب السرقة بسبب العوزة بسبب القتل هالا اكتزاز اللي موجود نحنا موجودين لحتى نقدر نساند قدما نقدر الأب نجيب بعقلينا رئيس جماعية عدل ورحمة أنا ما فيه غير مشد على إيدك وحي جهودك خليني أقول أنا كان على الصعيد أعزائي المشاهدين ما تروحوا لمطرح دقيقة من كف برنامج على الموعد لليوم